استقبلت حديقة الحرية بحي الزمالك زائريها في ثالث أيام عيد الفطر وحرصت الأسر المصرية على التنزه وقضاء أوقات ممتعة في أجواء مبهجة وسط أجواء من الفرحة والبهجة والطبيعة الهادئة استقبلت حديقة الحرية التي تقع بحي الزمالك زائريها في ثالث أيام عيد الفطر حيث حرصت الأسرة المصرية على التنزه وقضاء أوقات ممتعة منيجي في كل سنة جنينته الحرية عشان نتفسح وهي جنينة جميلة بحب أجي الجنينة دي كل سنة شايف أن هي عائلية أكتر وفيها نوع من خصوصية مناسبة جداً طبعاً للأطفال والناس الكبيرة والشباب الجنينة دي احنا لها معنا ذكريات جميلة بصراحة كل سنة منيجي فيها بتفكرنا بأحلى أيام العيد والأطفال بياخدوا راح يطوم فيها الحديقة التي تعد أم قصداً واختيارة مناسبة للكثير من الأسر نظراً انخفاض تكلفتها ومناسباتها لجميع الأعمار استعدت قبل أيام العيد بالعديد من الإجراءات سواء كانت أمنية أو تنظيمية تعتبر حديقة الحرية نزهة جميلة لعيد الفطر لأنها أشبه بمتحف مفتوح وسط الطبيعة حيث تحتوي على عدد من التماثيل لعظماء الشعر والفن والاقتصاد كحافظ إبراهيم وطلعة حرب وعبد المنعم الرياض بالإضافة إلى بعض التماثيل الأخرى الخاصة بأمريكا اللاتينية وهو الأمر الذي يميزها عن غيرها من الحضائق محمد الخطيبة التلفزيون المصري